أهلاً أحبائنا مشاهدينا الموضوع اعرف هويتك برنامج ليكون نور مع ضيف الحلقة الأخ جرجس حليم مسؤول عن خدمة العطاش أخ جرجس يعني أنا بشكر رب من أجلك لأنه فعلاً بالكلام فعلاً عم بيوصل الصميم إحنا ابتدينا واكتشفنا أنه إحنا عنا نفس الفكر في الموضوع لما تكلمت عن يشوع وعن كالب وهذا شيء أساسي وجوهري بس عاوز نوضح أكتر الفكرة لأنه في مرضو حرب يعني مثل لما ذكرنا عن موسى مش قادرين يسمعوا في يعني العبودية لأنه تسنين طويلة وهذا شعب الله في العبودية وبنفس الوقت صغر نفس مش قادر فوضح لنا قبل ما ندخل تأثير الهوية على العلاقات هي موضوع حتى صغر النفس اللي حضرتك ذكرته ده نقطة جوهرية جداً في شعبنا العربية خصوصاً أن أنا بنعاني وزاي ده ليه تأثير لأن أنا شايف نفسي أن أنا قليل شايف نفسي أن أنا أقل من غيري بلغة جدعون مثلاً كده أن أنا أصغر أصغر واحد في العيلة والعشيرة بتاعتي دي الصغرى في منسة يعني حاجة قليل نظرتي جامدة كانت معطلة جدعون أنه تقبل كلمة الرب أنه يصدق يعني الهوية دي لها تأثير على الإيمان كمان زي ما تفضلت وقلت كده ودي نقطة مهمة أن فيه ناس بتحاول أنها تبني إيمانها ومش قادرة ليه لأنه الجزور حاول أتغذب الإيمان أن أنا أبني إيماني بس كأنه مش مأثر ليه؟ لأنه محتاج أن أنا أبني الهوية بنشوف مثلاً في مثل الرب يسوع إزاي أنه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت الرب يسوع عشان كان ينطلق في الدعوة كان محتاج فيه طبعاً ناس كتيرة وعاوز كتيرة يقولوا إزاي أنه كان نقطة البداية عند نهر الأردن لأنه ده المبصل بين حياته المختبئة واللي هو كأنه الشكله شخص عادي وبين انطلاقته الخدمة العلنية الخدمة العلنية اللي بيفصلها إيه عند نهر الأردن كتير بنشوف إزاي أن الروح القدس امتلق في الأردن من الروح القدس وبنقف عند الحتة دي ونركز عليها جداً وده حقيقي بس فيه ناس ما بتاخدش بالها أنه في الأردن حصل حاجتين مش بس الروح القدس نزل عليه إن استلع جاء صوت من السماء كأنه عشان يطلق في الخدمة كان محتاج يسمع صوت الإعلان القوي يعرف هويته كده وده مثل لنا مش إنه الرب ما يعرش بس ده مثل لنا وهو مش محتاج إنه يتملي بالروح القدس هو فيه الروح القدس وكل حي بس كمثل لنا إنه أنت تنطلق في الخدمة مش بس أنت محتاج الإمتلاق بالروح القدس أنت كمان محتاج تعرف هويتك لأنه أسوأ شيء يا أخ نزار إن خدان يخدموا ويطلقوا في الخدمة ومش سبتين في هويتهم الصغر النفس اللي عندهم العقد اللي عندهم وعدم إدراكهم اللي هم مين وثقاتهم هم فين في المسيح العقد والتعب والمشاكل جواهم بتتعب الناس أكتر وبتطلع أكتر فيسوع كان محتاج يسمع أنت ابن الحبيب ألا زي ومش بس مرة لا ده كمان مرة في نص السكة كده عند جبل التجالي أنت ابن الحبيب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كأنه الآب عايز يضخ فيه كده مسلينة الهوية تي مهمة جدا عشان يقدر يكمل بنفس الطريقة